اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الاهل الليلة وان شاء الله نتكلم فيه ملفات كتيرة جدا ونتكلم عن استعداد النادي الاهلي قبل مباراته مع النجم الساحلي ان شاء الله في دوري أبطال أفريقيا اللي هتكون يوم الحد وانتكلم كمان فنية مع الكابتن صديل جمال نجم النادي الاهلي وعضوا لان اكتشاف المواهب في الفقرة الحوارية الاولى اللي هتكون ان شاء الله معايا اما الفقرة الحوارية التانية هتكون فقرة صحفية هنتكلم فيها فيه اضايا مهمة جدا خاصة بالوسطة الكروي واخر الكلام اللي تم من خلال الاتحاد الافريقي لكرة القدم وملف الاستبدال الخاص في بطول الدوري أبطال أفريقيا هنتكلم اكتر مع الزميل العزيز محمد سعيد ومع الاستاذ خالد الاتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق هيتكلمه في الجزء التاني من الحلاء اما طبعا في البداية لازم اتكلم مع حضراتكم والماتش طبعا كلام كتيب بيتقال وسيناريوهات كتيرة وجمهور الاهلي بدأ يفكر فيه مبارات الهلال السوداني قبل ما يفكر فيه مبارات النجم الساحلي الاول احنا زي ما انتم عارفين بنفكر في مباراة بعد كده في المباراة اللي بعديها مش بنسبق الاحداث علشان لما بتسبق الاحداث مش بتعرف تفكر في اللي في ايدك دلوقتي فانت اللي في ايدك دلوقتي هي مباراة مهمة جدا بتلات نقاط هتخليك تتصدر مجموعتك ان شاء الله في حالة الفوز لكن النادي الاهلي بيستعد بكل قوة بيستعد طبعا بكل جهده على انه ان شاء الله يستعد للمباراة وهو في احسن حال فنيا وبدنيا لكن زي ما قلت لحضراتكم دي ان شاء الله يكون المباراة والجولة الخمسة في بطول الدوري الابطال ومباراتين ان شاء الله يكونوا متبقين للاهلي سواء مباراة النجم الساحلي او مباراة الهلال السوداني اللي هتكون ان شاء الله في السودان ايوم السبت القادم يوم واحد فبراير عشرين عشرين الاهلي في المركز التاني سبع نقاط وراء النجم الساحلي المتصدر اللي عنده تسع نقاط بعديهم ييجي الهلال برصيد ست نقاط اما اخر المجموعة هو فري بلاتينيوم برصيد نقطة واللي اكيد يعتبر ودع البطولة بشكل رسمي لكنه بيلعب للشهرة وبيلعب على امل ان بقى لقيته تتساعد ان مدير الفن بتاعه يتصيط انه يعمل نتيجة مفاجأة مع احد الفرق اللي هيلعب معها وبالتالي بقى يسمع لكن هو يعني بشكل رسمي يودع البطولة تماما ومتزيل المجموعة القوية اللي فيها الاهلي والنجم والهلال طبعا بنقطة وحيدة الاهلي قدامه ست سيناريوهات علشان بس ايه حضراتكم تكونوا متفقين معايا وعلشان اللي مش متابع يتابع ست سيناريوهات بيتحكموا في صعود النادي الاهلي ان شاء الله تعالى الى الدور القادم هيصعد اول وتاني من كل مجموعة زي ما حضراتكم عارفين طبعا السيناريو الاول وده الطبيعي واللي الاهلي بيلعب عليه هو الفوز في مباراة النجم الساحلي والفوز ايضا في مباراة الهلال السودانية وبالتالي الاهلي عنده ست نقاط من المطشين وبالتالي يتصدر دون النظر الى اي مباراة للفريقين سواء النجم او الهلال طبعا الاهلي يكون عنده 13 نقطة بعد ما يفوز في اللقائين وبكده يكون يعني ضمن التأهل اما الحالة التانية او السيناريو التاني في حالة فوز النادي الاهلي ان شاء الله على النجم والهلال يخسر في نفس الجولة ضد بلاتينيوم الاهلي يتأهل مباشرة للدور ربع النهائي علشان الاهلي هيكون عنده 10 في الصدارة والنجم الساحلي 9 والهلال هيقف عند 6 نقاط وبالتالي بلاتينيوم سواء بقى عنده 4 بقى عنده 1 كده كده هو برا لكن الاهلي ان شاء الله يكسب الهلال يخسر من بلاتينيوم الاهلي يصعد مباشرة الى دور ربع النهائي علشان يضمن ان شاء الله مكانته هيتبقى مباراة الهلال علشان الاهلي يحسن بقى المركز اول والتاني ان شاء الله اول طبعا لكن اول زي ما بقول حضرتكم وبالتالي مباراة الهلال مع الاهلي هتكون لتحديد المركز الاهلي ان شاء الله يصعد اول ولا ممكن لقدر الله يحصل تعادل والنجم يكسب فيصعد تاني لكن الاهلي ان شاء الله لو السناريو التاني ده حصل الاهلي هيكون صعد مباشرة الى دور ربع النهائي اما السناريو التالت التالت فوز الاهلي على النجم مع تعادل الهلال مع بلاتينيوم في الجولة الخمسة الاهلي هيبقى عنده عشرة النجم هيبقى عنده تسعة الهلال هيبقى عنده السبعة وفي حال التعادل الاهلي مع الهلال في الجولة الاخيرة الاهلي هيبقى عنده حداشر لكن زي ما بقول لحضرتكم الاهلي لو تعادل مع او الهلال تعادل مع بلاتينيوم والاهلي فاز على النجم برضو الاهلي هيبقى وصل لعشرة